المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى المسلم يتوكل على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانة ولذلك قطب رحى هذا الدين هو التوكل على رب العالمين فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولذلك المؤمن الذي دائما لديه هاجس مقلق من المستقبل يراجع إيمانه أي مسلم أي مسلم عنده خوف من المستقبل سيطر عليه خوف أنا ما أقول تخطيط لا التخطيط مشروع التخطيط للمستقبل مشروع بالعكس بل هذا من علو الهمة اللي دعت إليه الشريعة لكن أنه يقول والله أنا أخاف من المستقبل بعد سنة سنتين ما دوش يسير عليه هذا يراجع إيمانه يراجع قلبه هذا على خطر ذلك أن الأمور كلها بيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أردف ابن عباس خلفه على الدابة قال له احفظ الله يحفظك يقول يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف ولذلك المؤمن يتميز عن غيره بأي شيء بالإيمان بالقدر يعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قدر الموت والحياة والغنى والفقر والسلم والحرب والصحة والمرض والعقم والولادة كل شيء قدره الله عز وجل قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون ولذلك هذا الذي يجعل المسلم قوي القلب قوي الشكيمة منشرح الصدر دائماً لأن الأمور بيد الله عز وجل وأن إلى ربك الرجعة وأن إلى ربك الجميع راجع إلى الله سبحانه وتعالى فالذي يعني يتوكل على الله عز وجل هو الذي لا يهمه المستقبل ماذا يحصل لكن هذا ما يجعل الإنسان يتواكل ويجلس يقول أنا والله ما همني لا غير صحيح النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك كان يبذل الأسباب من الجميل أن الإنسان يخطط للمستقبل ليس عيباً ولا حراماً أني والله أخطط لكن لا بد أعلم بأن الأمور بيد الله يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال تزرعون سبع سنين دأباً هذه سمونا الخطط السبعية أو الخمسية الاقتصادية تزرعون سبع سنين دأباً والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بمونة سنة كاملة لأهله في آخر حياته يعني يأتي بطعام لأهله لمدة سنة قادمة صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان يكون لديه هم عالية يطلب العلم يترقى في الوظائف يطلب كذا هذا ليس ممنوع لكن أن يكون يسيطر عليه والله ما أدري وش يصير بعد سنة سنتين لا يراجع إيمانه ولذلك من المهم جداً أن يعلم المسلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الأمور كلها بيد الله وأن أحياناً قد تكون هذه الأسباب لا تؤثر يعني في أسباب طبيعية قد تتخلف ما تؤثر وقد يكون هناك أمر خلاف الناموس العام يجعله الله عز وجل سبباً يجعله الله عز وجل سبباً ولذلك من يتأمن نصوص القرآن يتأمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام والله إن يعيش من أسعد الناس ومن أكثر الناس إن شراحاً في الصدر وطمأنينة في القلب وراحة في البال لماذا؟ هي فترة قصيرة يعيشها الإنسان أمام حياة أبدية سرمدية ولذلك قطب رحة الإيمان قطب رحة هذا الدين هو التوكل على الله رب العالمين التوكل على الله ولما فقد الناس هذا الشيء تشوف الآن يعني يصاب بعض الناس بأزمات نفسية بعقد نفسية يعيشون حياة مضطربة لماذا؟ لأنهم ما توكلوا على الله حق توكله ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عنده ترمذي لو توكلون على الله حق توكله بعض الناس يقول لك أنا متوكل على الله قد يكون متوكل لكن ليس حق التوكل بمعنى يضطر في مثل هذه الأمور يقول لك مثلاً يجي يطرأ يا رب أعني يا فتاح يا رزاق يا عليم اللهم يتوكلت عليك لما يجي الكلام عن المستقبل يصاب برهبة بخوف يقول الله ما أدري وش يصير بعدين لا يتوكل على الله حق التوكل موسيقى